السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله التناء الحسن لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحانك سبحانك ما اعظم شانك سبحانك ربي الاعلى الوهاب الهنا لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك نحن بك واليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم يا كاشف الغم يا مفرج الكرب يا من اذا اراد شيئا حسبه ان يقول كن فيكون اللهم فرج هموما المهمومين ونفس الكرب عن المكربين اللهم اجعل لنا من كل ما اهمنا وكربنا من امر الدنيا والاخرة اجعل لنا من فرجا ومخرجا اجعل لنا من مخرجا ومخرجا وارزقنا يا ربنا من حيث لا نحتسب يا حنان يا منان اكشف عنا وعن المسلمين كل شدة وضيق وكرب اللهم ان نسألك فرجا قريبا اللهم ان نسألك فرجا قريبا اللهم كف عنا ما نطيق وما لا نطيق يا رحمن يا رحيم يا ودود يا ودود سبحانك يا كريم العفو يا كاشف البلاء العظيم يا عون الضعفاء يا منقد الغرق يا منجي الهلك يا محسنا بعباده يا منعما على خلقه نسألك يا ربنا سؤال المدطرين ارحمنا يا رحمن الدنيا والاخرة يا الله يا عظيم يا علي يا صمد يا فرد يا واحد يا أحد يا من بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير اللهم يا مسهل الشديد يا ملين الحديد يا منجز الوعيد يا من هو كل يوم في أمر جديد أخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك ندفع ما لا نطيق ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين اللهم إننا تبرعنا من حولنا ومن قوتنا وأيقنا بحولك وقوتك اللهم أرن عجائب لطفك وغرائب حكمتك أنت أقرب من كل قريب أنت أقرب من كل كريم أنت أجود من كل جواد أنت أحفظ من كل حفيظ أنت ألطف من كل لطيف نسألك اللهم بحق اسمك اللطيف أن تحقق رجاءنا يا رحمن يا رحيم يا من قلت وقولك الحق الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير اللهم يا صاحب اللطف الخفي بك نستعين ونكتفي يا صاحب اللطف الخفي بك نستعين ونكتفي لا فرج إلا فرجك لا لطف إلا لطفك فرج عنا وعن كل مهموم وعن كل مغموم وعن كل مكروب وارفع عنا هذه المحنة والبلية وادفعها بيدك القوية اللهم ارفع عنا هذه المحنة والبلية وادفع عابدك القوية إنك على كل شيء قدير اللهم بباركة الصلاة على مولانا رسول الله اللهم فرج عنا اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تزيل بها عن الهموم والغموم والمخاوف والأحزان والأوهام اللهم صل على سيدنا النبي صلاة تشفين بها من جميع الأمراض والأسقام والألام اللهم صل على سيدنا النبي صلاة تحرسنا بها في اليقضة والمنام اللهم صل على سيدنا النبي صلاة تغفر لنا بها جميع الذنوب والأثام اللهم صل على سيدنا النبي صلاة تحفظنا بها من نوائب الدهر وتقلبات الليالي والأيام اللهم صل على سيدنا النبي صلاة تسترنا بها بسترك الذي إذا نستر به لا يضام صل على سيدنا رسول الله اللهم صل على سيدنا رسول الله صلاة تنجينا بها من جميع الأمراض والأسقام اللهم صل وسلم على سيدنا النبي محمد بن عبد الله صلاة ترفعنا بها إلى أعلى الدرجات صل على سيدنا رسول الله صلاة مباركة تغفر لنا بها جميع الدنوب والألام اللهم صل على سيدنا النبي صلاة تحفظ بها نساءنا وبناتنا وأخواتنا وتجعلهن صالحات قانتة ذكرات اللهم صل على سيدنا النبي تحفظ بها أبناءنا وتنبتهم نباتا حسنة وتجعلهم صالحين اجعل يا مولانا الصلاة على النبي نورا لنا في أبداننا وفي وجوهنا وفي صحتنا اللهم اجعل الصلاة على النبي نورا لنا في بيوتنا وفي مجتمعتنا وفي حياتنا اللهم اجعل الصلاة على النبي حفظا لأولادنا وبناتنا اللهم اجعل الصلاة على النبي نورا يستضاء به في الظلمات واحفظ به يا رب الأولاد والبنات قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين وصلوا على سيدنا رسول الله وكان قل السادة المستمعين أفضل ما يعطي الله عز وجل للعباد بعد الإيمان والصحة كيعطي الله أولاد وكيربيهم تربية إيمانية لأن هؤلاء الأولاد سوف ينفعوك بعد موتك ربما قد لا تحتاج إليهم قيد حياتك كي اللي هو لا يحتاج إلى أولاده هو بصحة وعافية جيدة واحتى الاستثمار المالي لا يفكي في استثمار مالي حتى أنه بعد كبر سنه ربما قد يكون عنده تقاعد مريح ولا يحتاج مساعدة من الأبناء عنده خادم عنده مساعدين لكن أين ينفعوك هؤلاء الأبناء بعد موتك لما تراهم هكذا مثل غناء يقرؤون القرآن ويدكرون الله تعالى ويعملون الخيرات كل ما زرعوه من خيرات لك نصيب وفير منه لأنك أنت السبب في إيجاد هذا الولد والبنت وربيته تربي حسنة وسهرت عليه وكنت تدعو الله تعالى أن يصلحه ويبارك فيه فهو ينفعك ينفعك بعد موتك إذا مات ابن آدم انقطع من الانتات منها ولد صالح يدعو له بارك الله فيك يا غناء وهذا القراءة الطيبة والمبادرة الكريمة من غناء كان بغن نقول بأن الحمد لله بلادنا بلاد الخير وما زال الجيل الصاعد بإذن الله تعالى غادي يكون أفضل منا إن شاء الله وبإذن الله وعزة الله وجلاله الجيل الصاعد من الأولاد والبنات غادي يكون إن شاء الله تعالى أفضل منا بكثير غادي يكون إن شاء الله من أهل الإيمان وغادي يكون من أهل اليقين ومن أهل الصلاح ومن أهل الحق ومن أهل العدل وسوف يرفعون راية الإسلام رفرافة في كل مكان وسوف ينشرون حقوق الإنسان وسوف يكون فيهم النور والضياء والبغاء هذه فقط لسمعنا الآن غناء نموذج وتحية كبيرة للآباء والأمهات لأن هذه العناية بعد توفيق الله يعود الفضل إلى الوالدين صهرهم واهتمامهم وعنايتهم القرآن الكريم لما يحفظه طفل الصغير فإن القرآن يحفظه في سمعه وبصره وعقله وفؤاده وسلوكه ويكون مرزوقا لأن الإنسان له رزقان رزقه ورزق قرآنه الذي في صدره ويكون هذا الإنسان محصنا من العين ومحصنا من السوء ومن وسوس إبليس ومن تدابر الشياطين طوب لك يا أخي الفاضل سراشيد وطوب لأم غناء وحفظ الله تعالى بناتك واجعلهن صالحات قانط الذاكرات وك freakin طلب الله تعالى جميع بنات المسلمين في كل مكان ونساء المسلمين في كل مكان الله اجعلهن من الصالحات اجعلهن من القانتات اجعلهن من الذاكرات اجعلهن من المباركات اجعلهن يا رب من السعيدات اللهم اجعل الأزواج والإخوة والأولاد وجميع الذكور يعتنون بأخوتهن ونسائهن وبنتهن وعمتهن وخالتهن اجعل جميع الذكور يعتنون بجميع النساء عناية رحمة وبركة وعناية تكريم وإعزاز وتبجيل اللهم آمين والله تعالى يجعلنا وإياكم ممن ينصرون هذا الدين ويعيشون على شريعته الطاهرة وعلى سنة النبي المصطفى المباركة حتى يجمعنا الله وإياكم معه في الفردوس الأعلى قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي كريم